علوم الصف السادس الابتدائي حل أسئلة سنسؤال على الدرس الأول والثاني والثالث والرابع المفهوم الثاني الحرارة وتغيرات التقس كتاب الأضواء صفحة 43 رقم واحد أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات مما بين الكوسين أكبر من أقل من لأسفل منخفضة زل المطر عالية واح تتميز الطربة الصحراوية بأنها نقطة الخصوبة صح منخفضة الخصوبة اثنين الضغط الجوي على قمة الجبل نقطة الضغط الجوي عند سفحه أقل من تب ليه كلما ارتفعنا إلى أعلى بيقل الضغط الجوي تب ليه بيقل بسبب نقص طول عمود الهواء ثلاثة عندما يبرد الهواء تزداد كسفته ويتحرك لأسفل أربعة تحت بالظاهرة نقطة عندما يواجه الهواء الرطب سلاسل الجبال صح زل المطر اثنين ضع علامة صح أو علامة خطأ أمامها العبارات الأتية واح تنشأ السحاري بفعل الكتل الهوائية الكطبية الجافة الكتل الهوائية الحارة الجافة عبارة خطأ اثنين لا تتغير خصائص الغلاف الجوي بالارتفاع عن سطح الأرض بل خطأ تتغير كل ما ارتفعنا الأعلى بتقل كل من درجة الحرارة ضغط الهواء وكسافة الهواء ثلاثة تتميز سلاسل الجبال غالبا بجانبين رطب وجاف عبارة صحيح ثلاثة يسعى المزارعون لابتكار طرق تجعل الطربة الصحراوية الجافة خصبة ومثمرة اذكر اثنتين منها بالنسبة لمحاصيل الزراعي زراعة محاصيل تتحمل حرارة التقس والطربة منخفضت الخصوبة طب بالنسبة للماء اعادة استخدام الماء طب التربة تحسين جودة الطربة وجعلها ايه؟ مثمرة أربعة عرف الضغط الجوي وزن عمود الهواء فوق منطقة ماء او الكوة التي يؤثر بها الهواء على البيئة المحيطة تدريب صفحة 47 واحد ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية واحد تساوى درجة حرارة اليابسة مع المياه عنده سكوت اشهد الشمس عليه عبارة خطأ اختلاف اتنين تتأثر درجة حرارة الهواء في منطقة معينة بدرجة حرارة اليابسة والمستحات المائية عبارة صحيح ثلاثة تبعد المياه بشكل اسرع من السخور وقت الليل عبارة خطأ بشكل ابطأ اتنين اكمل العبارات الاتية باستخدام الكلمات المعطاة مما بين الكوسين اكبر من الهواء اكل منه واحد تتأثر درجة حرارة نقط في منطقة معينة بدرجة حرارة الاسطح المختلفة على الارض سحرارة الهواء اتنين تسخن سخور الجداوى المائية بدرجة نقط من المياه نهارا بدرجة اكبر من تين سؤال على الدرس الثاني صفحة تمانية واربعين اخطر الاجابة الصحيحة مما بين الكوسين واحد يختص علم نقط بدراسة احوال الطقس والتنبؤ به الفضاء الكيمياء الارصاد الجوية الارصاد الجوي اتنين يستخدم جهاز نقط لقياس الضغط الجوي الترمومتر قياس درجة الحرارة البرومتر صحة البرومتر مقياس المطر بيئيس كمية ايه المطر تلاتة تعتبر نقط اهم العوامل المؤسرة في احوال الطقس الرطوبة حرارة الشمس الزلازل صح حرارة الشمس اربعة تعرف كمية بخار الماء الموجودة في الهواء بي كسافة الهواء الرطوبة طبعا ايه الرطوب اتنين اكمل العبارات الاتية باستخدام الكلمات المعطاة اقل من يتبخر التروبوسفير التضاريس اكبر من خرائط الطقس الضغط الجوي واحد يهتم علماء الارصاد الجوية بمعرفة تأثير بعض العوامل الاخرى مثل نقط على الغلاف الجوي صح التضاريس اتنين تعتبر نقط اكثر الطرق الفعالة لتمثيل بيانات الطقس مثل درجة الحرارة والرياح خرائط الطقس ثلاثة يعرف وزن عمود الهواء فوق منطقة ما بي الضغط الجوي اربعة الضغط الجوي عند سفح الجبل نقط الضغط الجوي عند قمة الجبل اكبر من خمسة طبقة نقط الاقرب الى سطح الارض وتحدث بها جميع ظواهر الطقس التروب سفير ثلاثة ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية واح يستطيع خبراء الارصاد الجوية التأكد بنسبة 100% من احوال الطقس في او مستقبل مبارا خطأ نسب غير مؤكدة اتنين يمكن كياس عوامل الطقس من ارتفاعات مختلفة مبارا صحيح ثلاثة لا يحتاج خبير الارصاد الجوية الى اي ادوات لدراسة الطقس والتنبؤ به يحتاج يا بار خطأ اربعة تزداد كسافة الهواء كلما ارتفعنا لاعلى عن سطح الارض تقل يا بار خطأ خمسة يختلف تأثير الاشعاع الشمسي على الاسطح المختلفة من الارض مثل الرمال والمياه يا بار صحيح اربعة اذكر اهمية او استخدامة لكل من واحد الترمومتر قياس درجة الحرارة اتنين بلونات الطقس حمل ادوات قياس الطقس لارتفاعات عالية من انا عالم يستخدم مجموعة من الادوات لدراسة الطقس والتنبؤ به خبير الارصاد الجوية تدريب صحة خمسة تخير من العمود باء ما يناسب العمود الف واحد الانيمومتر صح يستخدم في قياس سرعة مين الرياح يبقى تسجيل سرعة الرياح في العصار اتنين من قياس المطر صح تسجيل مقدار المطر في منطقة معينة ثلاث قمر صناعي خاص بالارصاد الجوية صح معرفة المصار المحتمل للعصار اربعة البارومتر قياس الضغط الجو سين سؤال على الدرسين الثالث والرابع واحد اختر الاجابة الصحيح واحد يستخدم جهاز نقط في تسجيل سرعة الرياح الترمومتر قياس درية الحرارة الانيمومتر صح الانيمومتر اتنين كلة المياه المتاحة لزراعة المحاصيل وتربية الحيوانات واحتياجات الانسان تعبر عن الهطول الفيضان الجفاف طبعا الجفاف ثلاثة كلما يلي من المناطق التي ينتشر بها حدوث العواصف الرملية معادة الصحاري المناطق شديد الجفاف المناطق الراتبة صح المناطق الراتبة اربعة يستخدم جهاز نقطة لتحديد حجم وسرعة هطول امطار وتتبع العواصف الرعضية والاعصير الانيمومتر مقياس المطر رادار الطقس طبعا رادار الطقس اتنين اكمل الابارات الاتية باستخدام الكلمات مما بين الكوسين الجاذبية تحليل البيانات الفيضانات الحمل الحراري مقياس المطر جمع البيانات واحد تبدأ عملية التنبؤ بالطقس بنقط لملاحظة تغيرات الطقس جمع البيانات اتنين تسحب قوة نقط قطرات الماء وبلورات الثالج لاسفل وتسبب حطول الامطار الجاذبية ثلاثة يستخدم نقط في تسجيل مقدار المطر في منطقة معينة مقياس المطر تسبب الانسهار المفاجئ للثلج او الجليل في منطقة ما في حدوث صح الفيضاء خمسة تسبب طيارات نقط حركة الهواء والرياح في الغلاف الجوي الحمل الحراري ثلاثة ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية واحد تحدث موجات الجفاف نتيجة الانخفاض الشديد واحد تحدث موجات الجفاف نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في بعض المناطق ارتفاع ولسانخفاض برخطأ اتنين يمكن حدوث هطول الثلج عندما يكون الهواء في السحاب دافئا بدرجة تسمح بتكوين بلورات باردا برخطأ او منخفضة ثلاثة عندما يسخن الهواء تتباعد جزيئاته عن بعضها وتقل كسفته عبارة صحيح اربعة تعرف اربعة تعرف على الجهاز الذي امامك ثم اجب واحد ما اسم الجهاز الانموماتر اتنين يستخدم فيه صح قياس سرعة الرياح خمسة تتسبب العواصف الرملية في حدوث اضرار كبيرة اذكر اثنتين منها تعطيل الرحلات الجوية تلف المحركات تضعف الرؤية على الطوك فتشكل خطرا على قائد المركبات تؤثر سلبيا على حياة تؤثر سلبيا على جودة المياه لان الغبار يملئ ايه قناوات الرأي ترجمة نانسي قنقر